كل الجهود المبذولة لتخفيف معاناة اليمنيين تحاول الميليشيات يحباطها لمضاعفة تلك المعاناة التحذيرات من كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم تهدد حياة ملايين اليمنيين لم تجد صدا لدى ميليشيات الحوث الإنقلابية المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تحاول الدفع بالمساعدات إلى مناطق سيطرة الميليشيات تواجه مصاعب كبيرة تصل إلى حد نهب المساعدات وتحويلها لما تسميه المجهود الحربي كما أن عمال المنظمات الإغاثية ليسوا في مأمن من اتهاكات الميليشيات اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة بالإضافة إلى ثالث أواخر الشهر الماضي أعاد قضية سلامة موظفي المنظمات الإغاثية في اليمن إلى الواجهة وكانت منظمة نرويجية قد شكت العام الماضي من احتجاز موظفيها في الحديدة لمجرد استخدامهم لتوزيع المواد الإغاثية مغلفات وصناديق معادة الاستخدام تحمل الشعار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحكومة اليمنية وعبر وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح حملت الميليشيات كامل المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني في مناطق سيطرتها مطالبا المنظمات الأممية والإنسانية بإدانة هذه الأعمال الإرهابية والتدخل للإفراج عن الموظفين الأمميين الذين يعملون على تخفيف معاناة اليمنيين قبل أن تحولهم الميليشيات إلى ضحايا يعانون الإختطاف والحجز التعسفي